يلا ربي يعطي نفكر باشي عملية فينا نعملها لحتى نتخلص من الطمع هكي كل حدا يعطي اقتراح شو منقدر نعمل لحتى نتخطى هيدا المشكلة اللي عن جد مرات كتير منوقع فيها تل واحد يلا هلا انا في بلش انا حطيت فكرة اورادي انا من الحديث اعتبرت انه طمع يمكن هو يخوف من انه الرب ما رح يوفر لي اذا عم بحكي كأنا حدا مؤمن وتذكرت شعب العهد القديم لما قالهم ما تجمعوا اكتر من حاجتكم اليوم واحد صاروا يجمعوا اكتر فخوف انه الرب ما رح يوفر فانا بحس ومش انه عم بقوله عن عدم خبرة عم قوله عن خبرة وتجربة يمكن هلا عم بمرؤ فيها انه طالما انا حاطى ثقتي انه الرب رح يأمن ورح يوفر فانا يمكن فيه ابعد عن الطمع ثقب الرب اكبر انه هو رح يأمن اكيد انا بشوف دائما هيدا الشي دائما بعمله لحالي دائما برجع بقيم كل شيء بعمله كل اهدافي بهذه الحياة انا شو عم بعمل انا شو عم بخدم هون انا شو عم ساوي هيدا الشيء وبمحلات بكتشف انه في اشي يعمل لاني انا بس بحبه ومشتر رب فبرجع ويصال ويقول يا رب انه ما بدي يكون هيك فدايما انا بحس دائما لازم يكون في تقييم بالحياة بالاشي اللي عم تعملها ان كان باشي صغيرة مثل حب الاتياب ولا انه تشتري اشياء ولا يكون عندك اهداف معينة بالحياة او حتى بالخدمة بالاشياء الكبيرة دائما بجرب قيم كل حياتي كيف عم تصير حتى بحياتي ببيتي مع مرتي بكل ظروفنا دائما بحب قيم وشوف وين انا عم بعمل هيدا الشي لمجد الرب وين انا عم بعطي لمجد الرب وحاطة الرب هو الهدف وين المحلات عم بقشت اللي حتى صير يشتغل علي انا رح روح من ميلة الاصحاب انا وصغير والعقد اللي بتكون عنا انا بسميها ايود سنسيل مربطة في محل بتصال بتحط طبيحة في بكة بموضوطها تكسر الطمع في بكة يعني في انه انه انت مش المهم انت دايما انت بدك تقعد ببيتك انت مش كل ما بدك تدق للناس كلهم بدك يقولولك اوكي هن مشغولين بغير عالم انت بدك تتعود تقعد بياخد بياخد البروزس بياخد الوقت كتير كتير بده حكمة الرب يعني زلمة عمره بيكون صابة عمره 15 متل ما مش متل ما بيصير عمره 25 سنة بتتغير الامور بس اللي عم يسمعوني انا بنصحكن انه بدكن ما تكذبوا عالرب رح تضلكم تعبنين بدكن انتوا قاعدين تسمعوا الصوت وتقولولو بتعرف بدنا نعطيك هشي لو بدنا نبكي متل اخر وحدي تبازل تركينا معنا بيقلنا الرب حبو هيدا المثل اول ما ايمانت انه لا لا نقص الصورة تا انت تقوى وترجع صورتك كاملة اعطيني البازل لو اول شي رح تفكر عم تعطينيها بس انا رح ارجع ركبها تتكمل الصورة بدك تضحي انا بلكن كنت عم فاكرة بالطمع المادة بعرف شخص كلمة يشتري شي جديد بيعطي شي مش قديم انما شي هو منه بحاجة بقى له بيعطيه لحدا تاني هيك بيربي فيه كمانا انه انا اوكي عم جيب لقلي بس انما ما عم جمع مثل ما عامي اللي هيدا الغني الغبة يسميه عم يجمع كنوز انما عم بيعطي لغيره وشغلة تاني انا حسيتها من تجربة شخصية انه الانسان وقته يحب يروح يخدم هونيك بيشوف الحاجة الكبيرة يعني اذا انا بقول انا مثلا انا فعلا انا شغلة بالجامعية قلبنا مع البنان بالخدمة كتير خلتني متواضعة وخلتني اشكر الرب على الاشياء اللي عندي اياها وما فكر انه انا ما عندي وما عندي وما عندي تشوف غيره قديش عم بيعاني وبشكر الرب قديش عطيني وهيدا الشخص اللي عم بيعاني من الطمع ممكن يروح ويخدم بهيك نوع مؤسسة او يخدم مع الناس المحتاجين تشوف قديش بياخد البركات بركة تحصيل حاصل سو هيدا وكمان بيخليه متواضع سو انا من ناحية العملية هو انه كل ما يجيب يعطي ما يعطي الاسوأ عندي وبالعكس يعطي من الافضل يلي عنده اياه وكمان هو يروح ويخدم الاخرين يلي بحاجة تيني تيني احكي شي هوني شي صار معي انا شخصيا من فترة بلشت اخدم بالكنيسة السورية وعم بخدم مع بلاد بلدي بالنهاية وكذا وهيك فقط بلشت اخدم وحابة بخدم معهم فبليشت نروح انا وريبيكا وجوليا فبعد فترة اجت مرة يعني لانه لاجئين وحالا كير مع التار فاجت مرة اول ما ولدت ربيكا واول مرة هيك مناخد جوليا ثاني مرة مناخدها الكنيسة اجت مرة عاملة مثل بيع تصوف لا لا بيع تصوف هيك طائية وجايب شي مثل هيك شوز صغير وكذا فطلعت فيي انا هيك وعن جد على قد ما كنت مبسوط بس على قد ما شيء اثر فيني دول على تقريبا اسبوع واسبوعين بالبيت انا وعن فكر بموضوع ان هيدول الناس هن محتاجين بس عندهم قلب العطاء ايام اكتر مني انا عندهم القلب انه يعطوا وعندهم ما عملت لانه واجب وما بتعرفني اساسا انا يعني قليل ما كنت سلم عليهم كثير وكذا كنت خلص تصبيح انزل كيف كون كيف كون امشي ما في علاقة كثير كبيرة بيعرفوا اكتر ريبكا بس مع هيك عندهم قلب العطاء وهذا الشي كثير كثير اثر فيني وكثير خلاني يحس انه وين انت بالعطاء شو عم تعمل انت لحتى تعطي شو وين انت عم تعطي بحياتك فحبيت شارك هذا الشي لانه عند جد ايام مش دايما لازم نخطحانها بمحل معين ضروري ايام ننزل للارض نشوف الناس شو عم يصير فيها ونشوف كيف هن بيعطوا رغم انه هن ما عندهم شيء كيف نقول عم نعطي بس ما نكون عم نعطي من الفضلة وكثير ذكرني بمسأل الارملة كثير مسأل الارملة انه عطي من حاشتك يعني هيدا احلى وقت بتكون عم تعطي فيه قبل ما جويس يمكن بدأ تحكي عن الموضوع بدي اقولك انه ما بدنا نخلص كل شيء حبينا نترك روح على فكرة لجيمي من بعد ما جويس تخلص ونرجع كمان نحكي بالموضوع حيك يكون ما زال مش خلال حلقة كلها بقى كمان جويس وانت عندك وبترجع لجيمي بتروح على فكارتها جويس شو عندك بقوله؟ انا بدي اقول اول شي انه اكيد اللي عم بدي اقوله يمكن الطريقة اللي انا نتخلص من الطمع لانه اكيد انا اختبرتها بكتير اوقات وما كنت عارفة حالي انه انا عم بطمع مش ضروري بس كماده بس ماده وحتى مثل ما قلنا محبة الناس او بدي احترام الناس او بصير عم بعيش له اول شي اذا بدي اقول لواحد ينشفه اول شي لازم يوقف مقارنة ما لازم قارنة مع حدا من حولي بولا شي هيدا اول شي وتشوف انه هيدا الخطيئة انا عايش فيها انه انا عبقارن اذا عبقارن لشخص او عبقارن لمحل عم طلع انه لا انا بدي هيدا يعني انا شو ما عندي هيدا بقع فيها تاني الشي وقته انا اتعلم انه عادي كتير اختبرتها بالصوم وعدا كنت صايمة ومرات روح اقول انه هلأ بيكونت واحد واحد تعبين وبيجي وقت انه خلص بدي ايكل وكان رب كتير مرات ايجي بانه بدي مثل بدي خلص بدي ايكل هلأ اذا باكل هحس براحة وكل شي منيح كان رب عبيتحديني انه هلأ مظبوط انت يعني هيدا الشعور اللي انت حاسستيه هلأ هيدا مظبوط هيكتفي بالاكل هلأ اذا اكلتي هترتاح هلأ امكان هيرتاح جسدي ولكن بهيدا الوقت اللي كنت عم روح لرب اللي للرب تعرف يعني لأ يا رب هيدا الشي انا عم بشعر فيه فيه روح لعندك واركع قدام اجريك يقول لك يا رب ارجوك انت هلأ شبعني اذا انا هلأ معصبة انت عطيني سلام اذا انا هلأ خيفاني انت عطيني ثقة فيك بكل هيدا الامور اللي كنت بدا اقولي يا رب لأ حاجتي ما حت تروح بانه انا اخد هيدا الشي فنفس الشي ان كان طمع حتى بالاكل الزيادة باللبس الزيادة بشو ما كان من الزغيدة الكبير هو انه اطلع بهيدا الشي وفكر مزوط بس بيروح الرب انه خلي الرب يقلي انه جويس انت ما حتشبعي من هيدا الشي انت عنديك شي بعد اكتر انت بديك هيدا الغرض و بديك هيدا المحبة من الناس وهالاحترام وكله لانه في شي ناقت وانا بس بعطيك ايه اي تينك واتنقعد نفحص نفوسا ونحكي مع حالا نبلش شوي شوي نطلع منا وبدي اقول شي كمان او يمكن عندك بس كتير هلأ اجي عراسي كتير حقيقي وفكره فيه كمان بيبلش حقيقة انه تنشفها من الطمع وقتها تنهدى مرات شو ما كان وبتقدره لانه هيدا كتير عم بلاحظة في تعجرف رهيب مرات بتجي ايفن اشغال لاشخاص ما بقع عم بتقدر بيجي شو ما كان لاشخاص مثل انه اوكي انا كت عم صلي وما اقو هيدا ما عم بعطي انه انا عملتها بس انا الراب عم بيذكرني فيهم بوقت اللي سيارة كت محروقة طبعي كت عم صلي بالسيارة انا وماريان وشو حلو بس الراب يسكب فينا شي غريب ما ننسي بحبه للامور الراب اللي خلص بيزرعن او بيضال يذكرنا فيهم لونسينا وكت عم بقل له يا راب ما رح انسى يا بيه لا الهي اللعبة اللي عطيتنا ايها من السنين هي سيارتي بعدني بحبه وبشكرك لها اي مينت يعني كت عم بعني مش كنت عم بقوله انه لازم اعنيها بالإيمان حتى ماريان من بعدها تعجبت انه هيك وقلت له غريب شو بيذكرني بكل اللعب الهدنيها واللعب هي مش دايما ماتيريلا مش عم نحكي انه سيارة وكباية اللعب مرات وين صرت انا عم بعلا باسمه عم بعليني يرقييني بحكمته هيك عم بقصد من مجدنا مجد بخدماتنا مش عنا نعلن سير واقفين عا ستاج لا بقى بقى هيده كتير بحب ذكر العالم فيه ومعلي خليني اقول ولا دراب اللي بيقولوا عن حاله المؤمنين اف بس حدا يعطيكن شي حدا دبالكن شغل مرات بتذكر ماريان صار معا شي دبرت لشخص من كنيسة شغل ولا مرة اقل تانكس لا سوري وراحقول انت متعجرف مش لان ماريان دبرتلك انا بديت قل لها تانكس بس انت لازم دغري انت عم تلعج للرب عم تقول تانكيو وانت بعفويت الروح الادوس اللي فيك بتقول اف تانكيو انك فكرت فيي مظبوط ربيع هيده قليلة مرات الوجود صايرة بي جسد المسيح في انه اوكي خلاص مارسيو خطزة القصة ايه بستحق كدوم يجي بستحق كل شي بستحق لما يكون في عنا هيده الشعور من الانتايتلمنت او منحس ان احنا منستحق اللي عم نحصل عليه مننسى انه كل بركة عايشين فيها هي من الرب مية بالمية بدي بس اقرى ثلاثة ايات بقولون بولوس بفليبي اربعة من 11 ل13 مرات كتير ما منفهم هالايات او في ايه ما منفهمه صح ليسي اني اقول من جهة احتياج فاني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استفضل في كل شي وفي جميع الاشياء قد تدربتو ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص استطيع كل شي في المسيح الذي يقويني حلوة هالاية عن جد بس بالاخر بدي اقول انه شو ما كان الضاف اللي عندك وشو ما كان النقص اللي عندك شو ما كانت الحاجة اللي انت عايش فيها تستطيع كل شي في المسيح الذي يقويك كل شي منقدر نحققه كل شي منقدر نشبع فيه هو بفضل الرب وهو بيجي من عند الرب خلينا بس نتذكر هالاية ونقول كلنا سوا مع بعضنا بقلب واحد استطيع كل شي في المسيح الذي يقويني يمكن اللي ما عم يفهم هالاية لأول مرة عم يسمعنا عم نحكي بكتاب المقدس بس بدنا نقول انه هالاية انت هو ضعيف بس تقول يا رب لو اليوم مش قادر بس اطلع من بيتي بس انا فيك بيسوع المسيح قادر امشي لان انت رح تماشيني بس تا يكون فهمان لان في اشخاص كتير بتسمع مرات منها ايات وبتسأل انه شو بتعني نحنا تعودناه لها بس غير ناس وهون بيكون اعلان ايمان انت هو عم بتقوله وهون بيحققه لان كنا نقول دايما انه كلمة الكتاب المقدس او كلمة الله حية وقته بتعلنه كيف بتصلي انه انا يا رب مش شايف بس انت رح تكون معي هذا الشي انا مش قادر بس بالمسيح انا رح اقدر والرب هو بخليك تنتصر اشتركوا في القناة